وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة مع الاستمرار في خطة وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستراد والإجراءات ذات الصلاة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وذلك لمتابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة وقد استعرض سيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالمي مؤخرا وذلك للتعامل مع التدعيات وتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما يستدبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقضية العالمية للمؤامة مع تدعيات تلك الأزمة موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة وجهود توفير مستلزمات الانتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية وذلك في إطار خطط السياسة النقضية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقضي المتزن الذي تنتهجه الدولة وقد وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذبي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية